نادي الاهلي الموسم اللي فات مره مرحلة صعبة أنا دواتي أتكلم صبري للعب في النادي الاهلي الاهلي تواقع الموسم ده هيبقى أحسن؟ أكيد أكبر أكيد إيه بقى اللي حصل السنة فاتت مش هيبقى موجود السنة اللعبه رايحت سكويس اللعبه فترة معدد فترة ثلاث سنة أربح سنين ما بيرايحوش يعني الاهلي بيلعب أفريقيا كتير مرتشق كتير بيلعب نهايات أفريقيا بيلعب كاسعالم بيلعب دوري بيلعب كاس مصر صوبر كل ده دغط على اللعيبة تمام اللعيبة اللي قال لي مرحيتش كويس كانت محتاجة لفطة الراحة اللي هم خادوها دي حسيت ده وانت بتلعب الدعم الآن للمسلم اللي فات انه لعيبة النادي اللي مرهقة جدا حسيتهم جوال ملعب حسيتهم لمتش الدور الأول كان بيان عليهم انه كان الدور الثاني هيقعوا كانش قادرين يعني بيان عليهم في الملعب لعيبة مش قادرة مش قادرة مش عشان هم لعبوا ولا ايه ده لهم لعبوا كبار أسماء كبيرة يعني قال له كل واحد فيهم مش الفرقة بس هيقل له قصة خلاص بقى تعبانين طبعا كابتا مفيش لعب في العالم بيلعب في 12 شهر موسيقى مش جرافيكس هو مش بلاي ستيشن اه مفيش حال دي لعب 12 شهر دي مش موجودة في الكورة يعني موضوع صعب جدا وبعدين انت بتلعب ثلاثة نهايات غراء بعض بها هي نفس اللعيبة يبقى كده اللعبات مش وحشة صحيح تركت علي ما علول للفترة الأخيرة الموسم اللي فات تحديدا وانا زي ما أتكلم لأ علي كان عن موسيقى بداية الموسم كويس بس زي ما أتكلم لأيجاهات ده طبيعي اصابات بقى كل يوم كله مطش اللعب يطلع من التصاب لا علي علي لعيب كبير الموسم فاكني عن موسيقى كويس بدايته بس غزب عنه الفرقة كلها مكانش هادرا عندما ما يفعش قايم علي فوصل فرقة مش قايم علي لو هو مثلا فرقة كلها مش كويس هو مش كويس اقول لك مثلا علي او مش قدي كده وبتاع نابس علي العيب كبير وفرق معناد الاهلي